تقدر تقومه فمقاومتك للمرض دي هتخليك تتغلب على المرض وتبقى سليم عضويا وهتخليك ترتفع أسهمك في ميزان حسناتك يوم القيامة عايز أسأل حضرتك على حاجة عايز أخرج بأكبر كم من الاستفادة من حضراتكم يعني الناس بقى في رمضان سواء اللي هم سلام معندهمش مشاكل يعني أو معظم الناس اللي معنداش يعني أغلب المشاكل اللي موجودة أو الناس اللي عندها بعض الأمراض المختلفة المفروض أنا صفرتي بقى شكلها إيه وأتعامل مع الصفرة بتاعتي إزاي بص يا ست الكل أنا عايزك توزن نفسك في أول رمضان وتوزن نفسك في آخر رمضان أزعل جدا لما تجيلي في آخر رمضان وزنك زيادة ده لازم يحصل لا يعني ما ينفعش بطبيعي أنا بصع أنا هقولك على بعض الحاجات اللي هي يعني المصطفى يعني هديه في يعني دكتور أيمان على بعض حاجات حديث اللقائمات لكنه كان أصحى الناس جسدا وكان يمشي مع أصحابه وتعبهم في السير وكان بعض الصحابة يصفونه كالسخرة تتحضر في صبب يعني عرفة من قوة السير بتاعته وكان يمكث بالشهرين ليس في بيته إلا الأسودان التمر والماء في ناس يقولوا أسودان إيه يا حبيبي ده الماية دا احنا درسين إنها هي سائل عديم الطعم واللون الرائحة كالرلس الماء يا صديقي يأخذ لون الإناء الماء يأخذ لون الإناء فهو يتحط في إربة غامقة فكان لونه إسود يعني هو مصطفى لا ينتق عن الهواء كل كلمة معروفة الأسودان التمر والماء فهو أسود لأنه يأخذ لون الإناء الإربة الغامقة فبيبقى لونه إسود فهو كان يمكس بالشهرين ليس في إياته إلا التمر والماء التمراءة دي لما تعد تتأملي فيها بيقولوا أنت بتتغزل في واحدة بتحبها يعني بص للخطوط المرسومة من بره كده يعني تبارك المولى أحسن خلقين والنواه كأنها عرفة الصانع البشري مثلا ما بيعمل براند يحب يحط التوقيع بتاعه النواه كده بالرسمة بتاعتها بالقطمير وبالنقير وبالحاجات اللي جواها كأنها يعني توقيع المولى عز وجل لما تشوفي بقى ده الشكل المحتوى بقى سكر الفراكتوس سهل الامتصاص فيها كل حاجة مفيدة أنا عايزها دي تبقى الكنافة الرمضانية والشوكولاتة الإسلامية في موايد رمضان بعدما تحطيلي كنافة وأطايف تمراء على الآل تمراء واحدة؟ ما انتناول في يومه سبع تمرات أو شكالة وصيبه سم ولا سم التمراء فيها الفراكتوس سهل الامتصاص فما بيرفعش سكر وبيدي نوع من التسخين عشان يبدأ الجسم يتنبأ بدل ما تدخل بالدهون والسكرات التيلة يحصل التخمة ويحصل واحد بعده ينام ولا ينزل يصلي ولا حاجة أنا بس عايزة أكتبنا لما أفطر أفطر بتمراء واحدة؟ تمراء على الأقل على الأقل يعني لكن حد أقصى كامل؟ سبع تمرات سبع تمرات أو حد أقص بالنسبة لبتوع السكر دول قصة تانية أنا بكلم على السليم بالضبط لا هي مقداش مشاكل مع السليم الماء والتمر تمام والمية مش عايزك تشرب مية كتير في الأول ما تشربش مية متلجة لأن المية المتلجة يعني اروي عطشك يعني برضو أتأمل في حديث المصطفى ذهب الضمأ وابتلت العروق يا سلام على الإعجاز ابتلت العروق العرق ده اللي هو الفين الوريد إيه اللي عرف هذا الرجل الذي كان لا يقرأ ولا يكتب ولا يخطه بيمينه إذا لارتاب المطلون إن هذا الماء بيدخل عن طريق المعدة في الأمعاء ويمتص ويصل إلى الدم ومن الدم إلى الوريد اللي هو العرق فيرفع ضغط الدم في الوريد فيذهب القلب فيروي الجسم بنسميه سيفي بي احنا بنعرف أن ده عنده سواء الأولئلة أو جفاف بنشوف ضغط الوريد المركزي اللي هو العرق ذهب الضمأ وابتلت العروق خلاص بيبقى الواحد لما بيعطش 16 ساعة ممكن يبقى عنده قابلية إن ضغط الدم في الوريد المركزي اللي هو العرق أو العروق بيقل فأول ما بيشرب بتبتل العروق كباية مياة مثلا؟ على أقل يعني يروي عطشه دون امتلاء زي ما قال الدكتور أيمن السلس يعني يعمل حسابه السلس لكن ما يحطش الماء ده كله مياه وكده يأكل هيكل إزاي يعني ولذلك عادات الناس في الأكل بتصلوا مشاكل في قويمين وثلاثة والارتباكات معوية وتلبكات معيدية وكلهم جايين في الاستقبال وخاصة الناس اللي عندها القلب والضغط مريضه ضغط فرصة إنه هو ضغطه يزبط في رمضان المدخن كسيف التدخين زي الأخ رجب اللي بيدخن قلبتين سجاير في اليوم دي فرصة فرصة إنه هو يمتني على التدخين يقول لي يا دكتور ده أنا مدمن طيب 16 ساعة بدون سجاير وبدون أكل وشرب يا أخي طب ليه 8 ساعات دولة ما تكمل بقى والسجارة اللي هي على الفاستنج دي حذرت منها جمعية القلب البريطانية من 3 سنوات بيقولوا السجارة القاتلة اللي هي الفاستنج السجارة دي اللي هو يقول لك أجرح صيامي بالسجارة ولو مع فنجان قهوة دي تساوي أزمة قلبية يعني سجارة على الفطار زائد فنجان قهوة ده خلاص هيجيله أزمة قلبية فسجارة الفطار دي خطيرة جدا لأنها بتيجي على معدى فضية فبتمتص بزيادة وزي ما بقول له حضرتك بيبقى فيه نوع من نسبية نقص في السجارة في الجسم فبتبقى فيه قابلية للتجلط يدخل النيكوتين والعادم اللي في السيارة ايه في السجارة فده بيعمل مشكلة كبيرة جدا إذن لازم نطلع من الصيام ما بندخنش المدخنين لازم نطلع وزننا أقل لازم الحاجات المسلجات اللي هي بتقلل مناعة الزور ممكن تعمل التعبات في الزور نقللها الأكلات التقيلة والكنافة والأطايف والسعرات الحرارية الملاش لازمة الأكلات اللي بين الفطار والصحور هم وجبتين كفاية قوي ويبقوا خفيفتين والصحور أخف كثيرا والفطار ممكن نخليه اتنين يعني انت لو عايز تمشي صح زي ما كان المصطفى بيعمل يفطر حاجة خفيفة وبعد كده يعمل الصلاة وكده يرجع يأكل بقى الوجبة الرئيسية ممكن أكل صلطة مثلا في الأول يعني أنا فيه واحد زميلي السنة اللي فاتت خس سبع كيلو قاعد طول رمضان بكل شغير في الشهر أربع معلق رز وطبق صلطة ده الفطار بتاع طول رمضان ده طبعا عايزة قوة روحية جمدة بس يعني أنا مش بطالب بالمثالي قوي بس على الأقل يعني لو بتحط ثلاث معلق سكر على الشاي خليها معلقة أو ما فيش خالص تمام لو بتاكل مثلا رغفين ثلاثة خليه نص رغيف تمام يعني حاول تقلل أكلك في رمضان طالما قعدت 16 ساعة وحكمة الصيام أن أنت أنت الحلال والمباح بتسيبه بعد كده يبقى الحرام تسيبه يعني إذا كان الحلال أنت بتقدر تسيبه لو الأكل والشرب والمباحات كلها بتقدر من رياضة النفس حكمة الصيام أصفي ناس يقول لك إيه هو عايزك تجوع عشان تحس بالفئير طب الفئير بيصوم ليه طب ما هو جعان وحاسس بالجوع لأ هو الهدف من الصيام أنه هو بيخليك يقول لك أنت الحلال تركته من أجلي وأنا رقيب عليكم محدش عارف أنا أقدم الناس صايم أقعد في قضى الوحدي ودي قالها الدكتور أيمن الصيام فهو لي لأنه ده حاجة بينك وبينه هو الوحيد اللي يعرف أنك صايم أنا أمكن أبقى أقدم الناس صايم وأخله بنفسي أفطر فهو له لأنه الوحيد اللي يعرف أنك صايم وبعد كده هو له لأنه بيخليك تترك الحلال يبقى إذن لما ينهاك عن الحرام سهل أنت قدرت أيها الإنسان أنك تترك الحلال بمزاجك وستاشر ساعة في اليوم يعني تلتين اليوم تقريبا طب إذن الحرام تركه أسهل وأيصر طيب العصير يا دكتور سريعا بقى لأن الختام العصير بتاعتنا شيء بقى أشكل فيه مثل قديم بيقول إيه أنقابل بردي بتخلي يعني جيفز دكتور قوي يعني التفاح في اليوم تترك الطبيب بعيدا طلعوا مثل جديد أنقورنش بردي بتخلي كارديوريس قوي بتخلي دكتور القلب بعيد يعني برتقانة في اليوم بتخلي دكتور البرتقال مفيد للقلب أقولك على بعض الحاجات بسرعة جاد يعني مثلا البرتقال ده مفيد للقلب إحنا الطامر نتخلم عنه الرومان ده جاي ذكره في قوان التين لو عايزين مكسرات بقى المكسرات مفيدة بس برضو بعتدال يعني كله أشرب بعتدال كله أشرب ولا تسرفه دي مفيدة جدا للقلب المكسرات يبقى إذن السلطات الموز حلو للقلب البرتقان حلو للقلب الطامر حلو للقلب التفاح حلو للقلب فكل دي عصير ممكن تبقى مفيدة جدا الزيت زيت الزيتون على السلطة ده حكاية في صورة كاملة على التين وزيتون لو جات فرصة تانية بقى نقولها على مزايا لكن الزيتون ده مفيد أيضا للقلب إسرائيل وإحنا بلد الحاجات دي إذا كان الفوم هو التوم أو الفول والعدس والبصل يعني خليك نباتي إزا ما هكي قلت يوم قال الدكتور أيمن إن إحنا من التراب ونحن إلى التراب أيضا جسمنا بيستفيد من التراب أكتر يعني هتلاقي الأكل النباتي وبتوقع أسيا كانوا أطول أجسادا وأطول أعمارا وأصح أجسادا كانوا بيعيشوا في قلمية لغاية ما دخلت عندهم سلسلة الفاست فود والأكل الدليلالي والحاجات دي وأضع ليهم كانوا عايشين على الرز والأكل النباتي ولقوا بعض القرى اللي هي لسه لغاية دلوقت بيعيشوا في قلمية ومفيش واحد فيهم عنده الضغط ولا عنده القلب الأكل النباتي مفيد جدا